الدرس الثاني هو استعمال خاصية التوزيع هنا سنرى كيف نستعمل خاصية التوزيع في التحليل فنتعلم خاصية التوزيع بمثال فنأخذ هذا المثال هذه كثيرة حدود أريد أن أحللها إلى عوامل باستخدام خاصية التوزيع أول خطوة يجب أن أجل القاسم المشترك الأكبر لجميع الحدود هذا أول حد أحلله إلى عوامل السبع والعشرين ستصبح ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة الصاد التربية سأكتبها صاد في صاد أخذ الحد الثاني أحلله إلى عوامل الثمانية عشر ثلاثة في ثلاثة في اثنين والصاد كما هي ما القاسم المشترك الأكبر هنا؟ أخذ المشترك الثلاثة تقابلها ثلاثة الثلاثة تقابلها ثلاثة هذه الثلاثة لا تقابلها ثلاثة هنا وهذه الصاد تقابلها صاد هذه الصاد لا تقابلها صاد إذن القاسم المشترك الأكبر سيكون أخذ ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا صاد ثلاثة في ثلاثة بتسعة في صاد هذا هو القاسم المشترك الأكبر الخطوة الثانية أن أكتب كثيرة الحدود هذه استخدام خاصية التوزيع استخدام القاسم المشترك الأكبر كيف؟ سأبدع من هنا أكتب القاسم المشترك الأكبر تسعة صاد ثم أفتح القوس ثم أقسم الحد الأول على القاسم المشترك الأكبر أقسم العدد على العدد 27 على 9 بثلاثة ثم أقسم المتغير على المتغير صاد تربيع على صاد فيها صاد ثم أضع نفس الإشارة وأقسم الحد الثاني على القاسم المشترك الأكبر 18 على 9 ب2 وصاد على صاد ب1 لا أكتبه بهذا حللت كثيرة الحدود هذه إلى عواملها باستخدام خاصية التوزيع حتى أتأكد من حلي إذا قمت بتوزيع الضرب هنا سأحصل على نفس النتيجة انظر حد الأول 9 في 3 27 وصاد في صاد بصاد تربيع حد الثاني 9 في 2 ب18 صاد في 1 بصاد إذن تحليلي صحيح المفهوم الثاني هو التحليل بتجميع الحدود أتأستعمل التحليل بتجميع الحدود إذا كان لدي أربع حدود أو أكثر مثل هذا المثال هنا لدي أربع حدود ماذا أفعل كي يحللها؟ أجمع هذين الحدين معا ثم هذين الحدين معا فإذا جمعت هذين الحدين وحللتهما باستخدام خاصية القاسم المشترك الأكبر والتوزيع سأحصل على القاسم المشترك الأكبر هنا سيكون أربعة في راء استخدموا التوزيع أقسم الحد الأول على القاسم المشترك الأكبر أربعة على أربعة بواحد راء على راء بواحد ويبقى كاف أقسم الحد الثاني على قاسم المشترك الأكبر ثمانية على أربعة باثنين العلامة هنا موجب إذن 2 وراء على راء بواحد ثم زائد وهذين الحدين أيضا أجد القاسم المشترك الأكبر لو وجدته سأجد أنه الثلاثة أقسم الحد الأول على الثلاثة كاف الستة على الثلاثة باثنين ظهر عندي قاسم مشترك ثاني وهو كاف زائد 2 وهنا أيضا كاف زائد 2 إذن أستطيع أن أأخذ هذا كقاسم مشترك أكبر كاف زائد 2 أفتح قوس ونظر لدي هذا حد وهذا حد ثاني فأقسم هذا الحد الأول على القاسم المشترك الأكبر كاف زائد 2 على كاف زائد 2 بواحد ويبقى عندي أربعة راء هنا موجب أقسم هذا الحد على كاف زائد 2 يبقى عندي ثلاث بهذا انتهى التحليل آخر مفهوم في هذا الدرس هو خاصية الضرب الصفري وما هي خاصية الضرب الصفري إذا كان لدي عددان ألف وباء ضربان في بعض وحيصل ضربهما صفر إذن إما أن يكون الألف تساوي صفر أو الباء تساوي صفر ولنأخذ هذه المعادلة مثلا انظر عدد مضروب في عدد يساوي صفر إذن إما هذا العدد الذي هو ثلاثة نون يساوي الصفر أو هذا العدد الذي هو نون زائد 2 يساوي صفر نكمل الحل هنا ثلاثة مضروبة في نون يساوي صفر إذن أكيد النون تساوي صفر أو نحن المعادلة هنا نون زائد 2 يساوي صفر إذا أضفنا سالب 2 للطرفين تصبح عندي نون يساوي سالب 2 إذن أوجدنا حلين لهذه المعادلة لو عوضنا بالنون بصفر في هذه المعادلة ستحققها أو عوضنا بالنون بسالب 2 هنا سالب 2 زائد 2 بصفر صفر فهي عدد بصفر إذن الجذرين هما الصفر وسالب 2 أو حلال معادلة هما الصفر وسالب 2